بس يعني الحقيقة جالي النهاردة لأن احنا كنا منزلين على صفحة البرنامج أنه حريك حنلتقي بيك النهاردة فالحقيقة الناس كانت بتسأل أسئلة كتير من الأسئلة الحقيقة اللي كانت متكررة عن موضوع اللي هو قانون فصل الموظف المدمن هل القانون تم تفعيله في المصالح الحكومية ولا لا؟ الحقيقة يعني ما دخلتش فيها الحقيقة بالتفصيل لكن أنا عارف أن فيه قانون موجود في مجلس النواب دلوقتي لتجديد العقوبة على الحقيقة كل القيادة السياسية بالوزراء شايفين ده أولوية أن الموظف اللي يأخذ مخدرات ما يجيبش أنه هو يكمل في مكانه بس فيه قانون بده أقره مجلس النواب بس حاليا بيحاولوا يعملوا زي نوع من أنواع آلية التطبيق لأن الحقيقة دي مشكلة كبيرة وبالذات في بعض الوظائف هي عامة في أي موظف حكومة ما ينفعش إيما بيأخذ مخدرات وفيها جدل كمان يعني فيه ناس برضو بعتت لنا كتير برضو عصفها بتقول طب فيه موظفين بيأخذوا أنواع معينة من العلاجات بس العلاج ده المسمى بتاعه بيندرج تحت قائمة المخدرات قبل ما بناخد العينة قبل من أننا اشتغلت في القصة دي في الحكومة قبل ما بناخد العينة بنسأل الشخص حتى في الشركات الخاصة وحتى في وزارة التضامن لما كان بتشوف السوائم بتوع المدارس والكلام ده إيه الأدوية اللي انت بتخدها؟ وبعدين ناخد العينة بعدها لو فيه أدوة من الأدوية اللي هو بيأخذها إحنا عارفين أنه ممكن تظهر خلص بيتقاله أن ده نتيجة وخلي بلحظك بقى الدواء ده بيبين يعني الطباء بيقول لك والله الدواء ده ممكن يبين نسبة كذا مخدر في التحليل لكن لو تلعت 10-15 مرة الرقم ده لا يبقى مش الدواء فأنا شفت الحقيقة عينات اتخذت من بعض الناس وكان قايل أنا باخد الدواء فلاني ولما اتعرضت على الطبيب المسؤول عن الموضوع قال لا تحليل ده منطبق للدواء اللي هو بياخده ده تأثير الدواء يعني ده ممكن أنه هو يعني طبعا طبعا دي بشرة للناس ناس تلك تقلقانة وتبعت عن هيع الصفحة وقوله نعمل ايه يعني الدولة عايزة أطمنهم يعني الدولة حريصة عليكم لا الناحية الطبية فيه أدوية معينة الأطباء عارفينها بتدي في التحليل يعني دليل على أنه فيه نسبة مخدر بس طبع صغير بس لو أنت قلت لي أنت دي الأدوية اللي أنت بتخدها ولا يدي خلاص طب إيه الإثبات بقى أنه هو بياخدها يعني عمتا احنا بنسأل قبل ما ناخد العيناق أو واحدة بناخد العيناق يعني مش محتاج إثبات وقس يقول لسه أنا باخد الدواء الفلاني عشان كده بس طبعا في بعض الحالات اللي فيها شاك بنطلب رشدة الدكتور أو حاجة كده بس الحقيقة هي ما فيهش ظلم للموظف أبدا لأن لا لو موظف بياخد علاج بس من التجربة يعني أن العلاجات اللي بتدي أثر مخدر بتدي بنسبة صغيرة قوي في التحليل لكن لو بياخد بقى مخدر الأرقام بتبقى يعني صعبة جدا يعني بيبان ده في النسب اللي بتطلع في التحليل في بعض النسب الزغيرة الدكتورة هيقول لك لا ده ممكن يكون بياخد دواء وبتعام ده مش ده مش مش مدمن مش بتاع مخدر لأن ده ده وحيتم تنظيم الآلية دي لكن مفيش ظلم للموظف أبدا والحقيقة الحقيقة دول كثيرة جدا لما بتعمل تحليلات للموظفين تقول لكم مفيش هزار فيها لأن تخيل حداك لو لو أنا عندي في الوزارة لو أنا وزير وعندي في الوزارة سواء بياخد الموظفين وبروح بيهم ويرجع بيهم سواء قطر سواء أوتوبيس وكانت الدكتورة غدا ولي اللهم سياب الخير لما بدأوا يعملوا التحليل ده لسوائين المدارس لأنها بلاوي لأن فطبع طبعا طبعا طب فاندم يعني اعتبر أن احنا وصلنا لذروة الموجة الرابعة هل فيه أي إجراء تنظيمي لعمل الموظفين الفترة قادمة لأنه عدد كبير من موظفين فيه أكتر من حاجة الحقيقة كل المصالح الحكومية دلوقتي مفروض أنها عندها التعليمات بتاع تطبيق لبس الكمامة والتباعد بين الموظفين والكلام ده بس الأهم من كده بقى هو التطعيم طبعا ماذا بي في موضوع التطعيم الرئيس الوزراء الحقيقة يعني طلع قرار من سبوعين كده وقال أن أي موظف حكومة مش هياخد التطعيم ومدي فرصة شهرين بس عشان كل الناس تاخد التطعيم في نهاية الشهرين دول أي موظف رفض أو ما خدش التطعيم مش هيدخل المكتب بتاعه أو الوزارة بتاعته أي هيتطلب منه أن يتعامل 2 بي سي آر في الأسبوع على حسابه فعلا يعني ده قرار كده قرار رئيس وزراء وتوزع على كل الوزارات حضرتك مش هياخد اللقاح حضرتك يا تاخد اللقاح والحمد لله الدولة موفرة بشكل غير طبيعي كان آمن ليه هو كمان والأسرته يعني مش للناس اللي حواليه فقط الضبط ده أنت بتحمي نفسك وبتحمي أسرتك وبتحمي ولادك فالقرار تلع من دولة رئيس الوزراء أنه مدي فرصة شهرين أي موظف بعد نهاية الشهرين دول مش هيكون الطعم مش هيقدر يدخل المصلحة الحكومية إلا لما يعمل 2 بي سي آر في الأسبوع شكرا